الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المنسلين سيدنا محمد أبناء العزاء طلاب الصف الثامن مرحبا بكم في الدرس الثالث وحل ورقة عمل اثنين في برنامج البلندر نبدأ مع بعض نفتح برنامج البلندر كما تعودنا ونضغط على قائمة فايل ونختار الأمر اوبن لفتح ورقة العمل اثنين طبعا سابقا في الحصة السابقة تعودنا او تعلمنا ان احنا نحفظ موقع اوراق العمل بدل من نروح نختار ديسك توب او سطح المكتب ثم نختار اوراق العمل ثم نختار صف الثامن ثم ثم اختصرنا الامر الى ايه اضافة اللوكيشن من علامة الزائد هذه فاصبحت موجودة عندي اهو ايه غط طبعا احنا انتهينا من ورقة العمل بلوك راح ناخد الحين ورقة العمل اللي هي ايه دايس نضغط ضغطتين وتظهر لي ورقة العمل كما في الشكل اللي امامكم والامر ان شاء الله بسيط جدا احنا تعلمنا كيفية تحريك الكائن في ثلاث اتجاهات سواء لاعلى والاسفل ويمين او يسار او حركة حرة طيب حاليا انا طبعا اكيد من ورقة العمل مبين انه مطلوب مننا الكور اللي باللون الازرق نحنا نوصلها لمكانها المطلوب والاخضر نفس الشيء والاحمر نفس الشيء طبعا هستخدم تحريك المنصة في جميع الاتجاه وطبعا احنا اليوم ان شاء الله يكون فيه تابنين اكتر ليه تعرف على تحريك كائن منصة او منطقة العمل ان انا اضغط بزر الفارة اللي بالنص كما تعودنا واتحرك بالفارة حركة حرة عادي اشوف الالوانة هي واجمع الالوان طبعا هو اعطاني اللون اللي هو اللون الرمادي واللون الاخر ده اللي هو البنفسيجي اعطهمني جاهزين يعني متوصلين مكانهم ومتزبطين وما فيهم اي مشكلة خالص طيب مطلوب مني ان انا حرك اللون الالوان اللي مو مزبوطة في اماكنها ونزبطهم في ماكنها وتكون انتهت ورقة العمل كده ايه بسلام طيب اول شيء اريد اضيف لك معلومة اليوم مهمة جدا وهي انه استطيع ان انا حرك الكائن لا في الاكس ولا في الواي ولا في الزد فري مو شن حركة حرة باستخدام امر من الكيبورد وهو الجي الجي اضغط بالجي اصبح الكائن ملتصق بمؤشر الفارة اتحرك فوق تحت يمين يسار امام خل في كل الاتجاهات المطلوبة عندي يبقى دي معلومة اضافية كده احنا كل حصة بنضيف معلومة جديدة نستفاد منها طيب انا حركت الكائن اهو اوصل ليه المكان المطلوب واضغط بالزر الفارة اليسار وليس اليمين اليسار للانتهاء من التحديد اما اليمين لو عايز احدد يعني لو عايز احدد الاخضر اضغط بالزر الفارة الايمن تمام كده شباب طيب احرك المتاع في الاتجاهات اهو لو انا حسيت ان المكان ده شوي محتاج تحريك علشان يكون بالمنتصف ما في مشكلة عادي اقدر انا احركها واحنا متعلمين ازاي نحرك الكائن في جميع الاتجاهات طيب انتهيت منه اهو ابدأ اشيك واشوف تمام ابدأ اروح للاخضر اهو انزل اسفل اروح يمين وبعدين احرك الاتجاه الاخضر طيب لما وصلت هنا وحركت الكائن هكتشف انه غير موجود بالمنتصف عندك برضو تقدر تستخدم اتجاه الزد وتحرك الايه الكائن بحيث انه يوصل في المكان الايه المطلوب طيب كده انتهينا نروح للازرق استخدم برضو زر الفارة اللي موجود بالنص واحرك المنصة في المكان المطلوب وابدأ احرك الكائن يمينا ويسارا واعلى والاسفل ها شايفين المنظور يا شباب يعني قد يكون حد شايف انه كده الكائن موجود قريب جدا من الكيوب او المكعب يعني لو انا ضغطت بزر الفارة اللي بالمنتصف وحركت منطقة العمل هكتشف ان الكائن بعيد جدا ابدأ احرك او ونزل الاسفل واسحب باللون الاخضر احس ان انا وصلت للمكان المناسب اتوقف احس انه كده في وضع طبيعي طبعا الموضوع محتاج بس دقة وصبر يعني انه امشي خطوة خطوة تمام بنفس الطريقة طبعا اهو الاحمر احدد الاحمر بزر الفارة الايمن اعتقد كده المعلومة اصبحت واضحة احرك يمين ويسار لغاية لما ايه احس ان انا وصلت للايه للمكان المطلوب اهو اهو دوران تاني يمين ويسار على حركات بسيطة اهو انزل تمام اعتقد كده اصبح في الايه في المكان المناسب يبقى اصبح عندي الشكل وكل الايه الكائنات ملتصقة بعضيها بالطريقة الايه المطلوب وطبعا في نهاية ورقة العمل بستخدم اه نفس الخطوات حفظ الملف اختار قائمة فايل واختار منها save as واختار المكان المطلوب منه حفظ وليكن الديسكتوب وابدأ اشوف اسم الورقة العمل هل محتاج نفس الاسم ولا محتاج تغيير واذا انتهيت منها تضغط على ايه save as blender فايل وكده انتهينا من حفظ ورقة العمل وانتهينا من ورقة العمل اتنين اتمنى انتم تكونوا استفدتوا اليوم يعطيكم العافية واجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة